بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول مولانا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع أنوار هذه الآية الكريمة المباركة خصوصا ونحن في أيام الإسراء والمعراج أسر الله جل وعلا بسيدنا رسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبدأ الحديث عن الإسراء بالمصدر فقال سبحان الذي أسر وسبحان تقال لزوال العجب وكأن مولانا جل وعلا يقول لنا اعلموا يا عبادي اعلموا يا أتباع حبيبي محمد أن الأمر منسوب إلي وأنا أفعل ما أشاء في أي وقت شئت لا أسأل عما أفعل وجميع الخلائق يسألون إذا خرج الأمر من قدرة البشر المحدودة إلى طلاقة قدرة رب البشر لا محدودة فلا مجال لإعمال العقل وقتها قف أيها العقل عند منتهاك وسلم الأمر إلى مولاك ثم يقول مولانا أسرى لم يقل سيسري قال أسرى وجاء بالفعل الماضي لأن الأمر محتم في علم الله أنه كائن لأن الإسراء سيتأتى لسيدنا رسول الله فالأمر قديم بقدم القرآن والقرآن قديم بقدم الله ثم قال بعبده مع أن حبيبنا المصطفى هو حبيب الله ونجي الله وصفي الله هو خير خلق الله إلا أن مولانا قال بعبده لأن شرف العبودية لا يدانيه شرف حسب نفسي عزا أني يا عبد يحتفي بي بلا مواعيد رب هو في قدسه الأعز وأنا أناجيه أين ومتى أحبه ثم قال ليلا وقال ليلا لتظل المعجزة غيبا يؤمن به كل من آمن بالنبي ولم يرى النبي بدليل أن سيدنا الصديق لما أخبروه وقالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس فقال الصديق إن كان قال فقد صدق أصدقه في خبر السماء أي في نزول الوحي فكيف لا أصدقه في هذا ثم قال مولانا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وجاء بالمسجدين معرفين بأل من المسجد الحرام الكائن في مكة إلى المسجد الأقصى الكائن في بيت المقدس في فلسطين جاء بهما معرفاني لأن جميع المساجد في الأرض بيوت لله باختيار خلق الله إلا المساجد الثلاثة فهي بيوت لله باختيار الله الله هو الذي اختار المكان واختار الموضع ليكون فيه المسجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى وكذلك المسجد النبوي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فالبركة كائنة في أكناف بيت المقدس وحول بيت المقدس الصلاة فيه بخمسمائة صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة خلاصة القول أن الإسراء هو فعل الله لسيدنا رسول الله وهي معجزة ربانية لخير البرية أسرى به الله إجلالا لرتبته إلى مقامات قرب منه لم ترمي صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا صاحب الذكرى وملأ القلوب بحبك وحشرنا معك في زمرة أصحابك اللهم أمين يا رب العالمين وبالله التوفيق وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته